تواضب شهاد الفتاة المسيحية من سهل نينوى على المشاركة بمكتبتها في المهرجانات الثقافية التي تقام في مدن نينوى وأتقول شهاد إنها تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى شباب المحافظة جئنا هنا لنشر الثقافة لتوعية الشباب على الثقافة ويقصد همنا لا يوجد فرق بين الطوائف كنا واحد وعراق واحد محافظة نينوى عرفتها عبر التاريخ إنها موطن التنوع الديني والثقافي وقد اشتهرت فيها الكثير من المعابد والمواقع التاريخية للعديد من الأديان ورغم الهجمات التي تعرضت لها المدينة إلا أنها تعود دائما لتحافظ على تنوعها وثقافاتها الآشورية والكلدانية والأيزيدية والكاكائية والإسلامية حقيقة من شفت من جميع طياف سنة وشيعة وشبك وجبو عرب وقبائل التعايش السلمي المحبة بين الطوائف المسلمة والمسيحية وغير الطوائف تنظيم داعش كان آخر الهجمات المتطرفة التي تعرضت لها محافظة نينوى عام 2014 في محاولة لتفتيت البنية المجتمعية وزعزعة الثقة وأبث الرعب والتهجير وإثارة الحساسية الطائفية إلا أن المجتمع الموصلية عاد بعد التحرير يلتمس خطوات التماسك من جديد للحفاظ على تراث وتاريخ المدينة دعوة باسم كل أهن في نينوى وهن في الحمدانية لكل السياسيين لابد أن يبذلون كل ما في جهدهم من أجل أن يعم السلام ويخيم على أرض العراق من البصر الفيحاء إلى الموصل الحدباء ويعد الجانب الثقافي أحد أقوى محركات التنمية ووفقا لبيان لمنظمة اليونسكو تبقى الحاجة قائمة من أجل تلاقحي الثقافات في المجتمعات ذات التنوع البشرية ومن خلال الثقافة يمكن التوصل إلى تقارب فاعل ينهي الخلافات التي سعت جهات متطرفة إلى زرعها في المجتمع الموصلية منظمات دولية سعت بعد تحرير المدينة من هيمنة تنظيم داعش وبتواصل مع أطراف عراقية إلى إعادة اللحمة الاجتماعية لأبناء نينوى عبر اللقاءات والأنشطة التي شجعت على التقارب في إطار تحقيق السلم المجتمعية والتعايش السلمية حيث محمد الحراء الموصل